اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفتح فيها صفحة جديدة في موضوع المتخدرات او المخدرات هذا الموضوع الكبير الذي يحتاج منا لملفات وملفات وحيي عبر هذا الملف ضيوفي الاكارم داخل الاستوديو ولا اريد ان افصح شخصيا عن الضيوف بغدر ما اود في هذه الحلقة وبرنامج دفتر احوال برنامج تثقيف قانون ارشادي توعوي فضيوف الاكارم فوق العادة اذا نخيط ضيوف واتيح الفرصة لهم لكي يقوموا بتعريف انفسهم عبر مضاعة شخصية متكاملة مرحبا بك ساعتك في برنامج دفتر احوال الشخصية والحية كاملة تعريف كامل الخبرات نقول عشان نشاهد يكون معرفة الصورة المحطات التي توقفت عندها بالذات فيما يخص المخدرات بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله الامين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الام الدين اللواء الدكتور هاشمع العبد الرحيم مدير فرع الإعلام والتوعية سابقا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأكثر من سوعة سنوات ولذلك ارتبطت لمكافحة من غيب لغاية مقدمة في الإدارة أو حتى عغيط اللغاية نعم حتى نبدأ العغيط فترة طويلة جدا حقيقة في مكافحة المخدرات لذلك حتى عندما تخصصت في في مزألة أو عندما يعني هممت بالتقديم للدكتوراه كان الموضع هو الاتفاقات الدولية في المخدرات والمؤسنات العقلية طبعا إدارات كثيرة أنا عملت فيها مباحث المركزية والتي هي كانت واحدة من إدارات المكافحة المخدرات وكذلك أنا شهدت قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كإدارة مستغلة وفغا للمطلوبات العالمية الخاصة بالعمل المكافحي في كل دور العالم وأخيرا اتجاهت للإعلام كلية أصمدت بالتوعية وعملت في الإعلام مديرا للمكتبة الصحفي للشرطة ومديرا لدائرة الإعلام ثم مديرا للإدارة العامة للإعلام العلاقات العامة ونعطق الرسمية بإسم الشرطة هذه هي كانت محطة الختام شكرا مرحب كثيرا بسيدة هاشب علي عبد الرحيم زي ما ذكر في هذه البطاغة التعريفية الشخصية المحطات التي عامل بها ممكن نقول هي أطلع الجزو وراد لكل محطات كثيرة وممكن وقفات كثيرة من هنا وهناك في الولايات وفي القرطوم وأيضا أريد في هذه الحلقة نسجل صوتي شكرا ومتقدير بصفة خاصة لسيد اللواء دكتور حقوقي هاشو علي عبد الرحيم وهو نقول أساسي في برنامج دفتر حوال هذا البرنامج الذي انتشر عبر فضائيات الشروق عبر هذه المحطة قبل أن أدف لضيفي الآخر لا بد ساعتك من كلمتين خاصة ببرنامج دفتر حوال تحديدا وأيضا كلمتين في حق قناة الشروق التي قامت بس هذه الحلقات المتواصلة في برامج التوعي والتفليف والإرشاد هو حقيقة واحدة من إنجازات هذا البرنامج برنامج دفتر حوال في قناة الشروق يعد أن ساعت لتوسيع المغاينة الإعلامية وحقيقة الإخوة في قناة الشروق راح هو ترحيب كبير بهذه الفكرة وهي فكرة طبعا أصلا مسجلة كبرنامج باسم الأخ العميد عبداللبشير الذي كان عريض وقتها والدفتر حوال حقيقة يعني أصبح مرأة للعمل الشرطي وأفادنا كثيرا في العمل الاحترازي ولذلك أنا أعتز كثيرا بهذا البرنامج يعني أعتبره كابني من أبنائي وهذا البرنامج الآن يعبر الجسر إلى الحلقة الماء و12 يعني الحلقة الثانية عشر بعد الماء إذا كنت يعني دقيق في النعم صحيح نعم صحيح وهذا لوحده يكفي استمرارية البرنامج بهذا العبد الكبير من الحلقات إذن البرنامج برنامج ناجح وحقيقة الإخوة في غناة الشلوب سعارة الفريغ السيرحمد عمر هو الحقيقة كان مسائل دائما لهذا البرنامج ولفكرته ولتجديده البرنامج بدأ حقيقة وهذا هو رئيس وهو حقيقة أنا ورسته يعني ورسته وحقيقة هو برنامج يعني أفادنا كثيرا جدا يعني في الأزمات كان دائما هو حقيقة حيث الصدى الأول وكنا عبره بنرسل كل الرسائل التوعوية وطبعا كما هو معلوم العمل الاحترازي في الشرطة هو الأساس الأساس يعني دائما نحن نتكلم عن إنه مسألة العمل المنعي العمل المنعي هو الأهم وهو الأكبر كلفة وهو الحقيقة الأغلى خسائر يعني في العملية الأمنية وإكتشاف الجرائم مزألة ثانوية أما مزألة منع الجريمة قبل وغوعة فده أساسي في العمل الشرطي من ناحية أهم نعم بشهد كرام زي ما نقول أنا لا يمكنني أن أضحي من أجل قضية بمستواي ولا يمكنني أن أضحي من أجل قضية أقل من مستواي بينما أضع نفسي ومالي وولدي وكل شيء في خدمة القضية عندما تكون عبادة في سبيل الله ضيف الآخر أيضا هو من الذين قاموا أو الذين وقفوا على هذا برنامج برنامج دفتر الأحوال وإجابوا ما بين هنا وهناك هذه الفياف المختلفة في ولايات السودان الحبيبة ناشرا للتوعية نقول الأمنية المختلفة ولا سيما المخدرات وهو نقول عمود أساسي في برنامج دفتر الأحوال سواء كان بصورة مباشرة توجيح مرشادا وسواء كان بالمشاركة عبر حلقات برنامج دفتر الأحوال كان لنا معه سولاته عبر هذه المنددة من خلال التوعية والإرشاد العلمي وغير العلمي مرحب بك أسيد اللواء وأيضا بطاقة شخصية تعريفية لا بد منها هذه الحلقة القلتها في البداية حلقة فوق العادة إن شاء الله الله يديك العافية وتحية لك بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة المشاهدين لقناة الشروك كلهم بنشكر القناة الحقيقة وبنشكر برنامج دفتر أحوال والشكر لك على هذا البرنامج أنا الحقيقة في البطاقة دي بمشي لفترات بعيدة جدا يعني يمكن منذ الفترة بتاعت الدراسة الجامعية سعادة المعالجة الإسم كاملا في الأول أنا اللواء شرطة بروفيسور أحمد عوض الجمل وأنا في بداية الدراسة الجامعية أنا درست كل تصيدلة جامعة الخرطوم ودعرفت هناك على المخدرات الطبيعية والتصنيعية والكده أعتبر أنها هي جزء من الفن بتاع الأدوية وجزء من تفاصيل علم الدواء اللي درسناه ويمكن حرصت بعد ذلك أنه ألتحق بالأدلة الجناية السودانية لما عرفت من أنه هناك جانب مهم جدا فيه أخذ هذه العلوم لتحقيق العدالة فالتحقت بالأدلة الجناية السودانية وجدت الحقيقة رحيب ومساندة ومساعدة لا نظيرة لها لأنه كانت البداية المخدرات في أوائلة وأنا بذكر في العام 85 يعني أنا بدأت مسألة بعد ما قضينا الفترة في الكلية وكذا كلية الشرطة أنه بدأت مسألة التدريس لطلاب كلية الشرطة طوالي بعد ما تخرجنا وكذا في مجال الأدلة الجناية عموما وفي مجال المخدرات على وجه الخصوص الحقيقة تخصوصنا كان في مجال السموم والمخدرات والكمية الجناية لكن في الفترة هذه ظهرت المسألة بتاعت أنه أخذت المخدرات الحيز بتاعته وفقا لما كان حادث في العالم في الوقت من مؤشرات إلى أن القضية أصبحت قضية مؤرغة للعالم كله ويمكن في هذا الاتجاه اتخصصت أو مشيت زمالة في فينة في النمسا وبيقيت أميا لأن أكون ماخد الجانب بتاع المخدرات أكثر من التخصصات الأخرى في الأدلة الجنائية لحد ما اهتيحت لي الفرصة أنه يعني أحضر لدرجة الدكتوراه في الصيدلة في جامعة القرطوم ووجدت أنه من خلال العمل بتاعنا من وقوف في المحاكم كده بسبب القضايا الكثيرة اللي كنا بنشرح تفاصيل تقارير للمحكم وكده فوجدت فرصة برضو لدراسة القانون في جامعة النيلين وعملت المعادلة بتاعت ممارسة مهنة القانون ويمكن بعد ذلك أقدر أقول أنه يعني على اقتماع المخدرات بدت من الأيام الأولى العقيد فضل وقتها كان يمكن في الـ 85 وكده وسندت لي مهمة أنه يكون رئيس لمكتب بتاع المخدرات هيا كان هو لوحده يعني وكان المخدرات جزوا من المباحس المركزية مكتب صغير وأنا بحمد الله يعني كنت شاهد على تطور هذا العمل من خلال هذا المكتب الصغير إلى أن أصبحت يعني العقيد فضل بعده كان أخونا العقيد صلاة عبدالدافع أو العقيد فيصل عبدالعال بريمة ثم يمكن المرحلة الزكرة يعني الأخي هاشم وهو يمكن كان واحد من الناس اللي بدوا المرحلة بتاعت الإدارة العامة أو الإدارة المتخصصة أكشوالي وهو أنا بس قل أنه أنا أنا قلت في وقت من الأوقات يعني في أثناء فترة التحضير للدراسة دي هو جاني منقلف من العميد وقتها عبدالرحيم أحمد عيسر كان مدير الإدارة دي ويعني عملت كمستشار يعني غير مسمى رسميا منذ تلك الفترة يعني لحد يمكن 2010 لحد ما طلع قرار رسمي بأن أنا أكون المستشار العلمي للإدارة العامة لمقافحة المقدرات مع بعض الأدلة الجنائية والمكافحة المقدرات باعتبار أن الأدلة الجنائية هي الزراعة التي يكون بتحقيق جانب من الجوانب المهمة في العملية بتاع مكافحة المقدرات لأن المكافحة هي الجانب الخاص بالعمليات يعني يمكن فيها جوانب كثيرة جدا لكن جانب الخاص بالعمليات بعمل على خفض العرض بتاع المقدرات وبتبقى فيها عملية معقدة جدا فنيا أنه القضية تنجح أمام القضاء لأنه لابد من يكون في تقارير فنية تقارير علمية تقارير توري أنه المواد الموجودة ونسبتها ونوعها وأهم حاجة أنه وجوده في الجداول الخاصة بالقوانين ويمكن التطور ده يعني نحن نقدر نقول عليه أنه شهد تطور أيضا في توقيع اتفاقيات كثيرة جدا يعني نحن شهدنا القانون بتاع 1924 اللي كان يسمى قانون الحشيش والأوفيون وهو يتحول لقانون المخدرات والمؤسرات العقلية في 1994 بناء على توقيع السودان على اتفاقيات الأمم المتحدة 61 و 71 و88 الاتفاقيات الشهيرة وبالتالي كان لابد أن القانون ما دام أنت موقع على الاتفاقية لابد أنه كان يكون مواكب لهذه المصادقات والتوقيعات وأنا هنا لابد أن أقول حاجة مهمة جدا أنه مسألة التوقيع على الاتفاقيات قد تكون هي يعني هي أسهل الخطوات ولكن تطبيق هذه القوانين ووضعها في لوائح ووضعها في الدستور في التشريعات الخاصة بالجهات الجمعية التأسيسية وهكذا واللوايح التي تنفسها هي المسألة المهمة وأنا أرجو أتطلع لأنه الواحد يرى هذه اللوايح تسير على قدمين على كل حال 1994 كان قانون مهم جدا ولب طموحاتنا فيما يختص بالاتفاقيات الثلاثة ولكن ظلت هناك بعض الأشياء المتعلقة بخارج عمل الجهاز الشرطي طيب ساعتك أنا أعجيك للمتادي لأنه سنة راصدها في المنظمة الأجندة حقية إن شاء الله نعم عشان ما نخش طوال كده هتنم لك التعريف ولا خلاص نحدي التعريف أنا حسين أنا يعني بعد أنا قسطة التعريف طبعا أنا عميد المعحدة الأدلة الجنائية الآن ومدير مركز السموم ومستشار الإدارة العامة لمقافحة المقدرات ده التايتل الرسمي نعم ساعتك زيبع سيد هاشم مزج ما بين القانون وبين الإعلام نقول برضو الصيدلة والقانون نعم وكل في النهاية برضو في سبيل الوطن والمواطن نعم ربو برضو حي في هذه السانحة طالما هي حلقة زي ما قلنا فوق العادة حي بصفه برضو أخص آآ سعدة الفريق السرح من الأمر وإضا هو مزج ما بين الاستراتيات وشغل الإعلامي آآ في الشرطة السودانية ولو رباح كبير جديد حان نقول كرد ده ساعتك كالسر على الهواء ترجع على الهواء يعني بغضل ما هو حقوق ترجع لأسيادها طبعا أنا عبر هذا الملف المرامي ترجع حي كل القايمين على عمر الشرطة السودانية والألن والتعمير وله لنشكرك أول حاجة على التوسيق ده يعني الأشياء دي أنا أفتكر أنه زي الحلقات دي آآ ما هي بيجي وقت من الأوقات آآ إنه الناس آآ لمن تضع بعض الأشياء آآ ذا توسيق لأنه والله كان ما حدا يعني الأشياء اللي تمت والأشياء اللي انجزته كده آآ كانت كذا وكذا لكن أنا أتمنى في الحلقة دي برضو نتكلم عن التحديات إن شاء الله عشان نخدتا للأشياء دي كخطة أو كبرنامج يمكن أن يساعد أو يساهم في درع هذا الخطر يعني نعم أيضا ساعت المردوس بحدها حقي كل الطاغم العامل في قناة الشروق حقيقة بيجوف معنا الليلة النهار من عجل إيصال هذه المعلومات المهمة آآ في الشرطة السودانية لكل قطاعات الشعب السوداني وغير الشعب السوداني آآ توعية ورشاد تبصير بالقانون وغير القانون يمكن آآ أي قائد أو أي آآ زميل قاعد في هذا الكرسي كان يمكن يدلو بمعلومات آآ كانت هي في مجاله وعلمة العارف المدرك بما هي تعباره في الشرطة السودانية وبالتالي هي مفخر للشعب السوداني والشعب السوداني يحق له أن يفرح بهذه الخبرات وهذه التراكمات أنا قصدت هذه التعاريف البطارة الشخصية عشان يجيب الشعب السوداني الآن وهؤلاء الشباب الآن من دفعين لقيادة هذه الدولة إنه والله دي القيادة حاقتهم في الشرطة السودانية كذلك في الهنكيزة الأمنية الأخرى هم كلهم على دراية بالعلم والقانون حتى الإعلام وكل المشاكل في الحياة بالتالي إن شاء الله نقوم على الأرض نقول قوية وصلبة من أجل السودان وطن واحد بمشاكل الله تعالى سيد هاجم برضو نحو زي ما قاعدت وننا زائما في مسائل المخدرات زمان أنت عملت في هذه المهمة مكافحة المخدرات قبل ما أخش للتعريف الخاص بمخدرات عن طريق قانون تحديدا يعني كذو لني زمان كنتم تشغلي بهذه الطريقة بكل بساطة عشان الشعب السوداني يجيب على هذه المسألة كتعريخ الوري يعني نحن حقيقة كما ذكر المسألة اللي هو البروفيسور أحمد الجمل أحمد الجمل مناسبة هو أكبر مني عمره طبعا وهو درسني أنا حقيقة خرجت عنه من الكليه في 84 لكن في الوري بثل ملازم وهو تخرج في 85 في الوري بثل نغيب لاحظوا المنزارة دي مهمة جدا ودرسنا حقيقة نحن طلبة في نحن يعني حقيقة بعد ما تخرجنا بفترة بسيطة جدا كان عمل لنا كورس وهو كان حقيقة بعض الضباط اللي كانوا أكثر تجاوبا معه في تلك الفترة التدريبية أنه كنت واحد منه وكنت جريب له وكده فهو ما كتير يعني 7-800 حاسب الجمع والضباط الرسمية إنه دفع حقيقة نعم وهو حقيقة هو حبابلين ما زالت العمل في مكافحة المخدرات وإحنا عملنا لفترة امتدت لأكثر من 10 سنوات حقيقة بصورة مباشرة يعني بصورة مباشرة في الشغل بتاع الكمباتين وخاصة في الشغل بتاع التوعية تحديدا لذلك هذه الإدارة يعني حقيقة في فترة من الفترات كانت بتتلغط عن من الأمم المتحدة من البرنامج العالم مكافحة المخدرات وكانت الإدارة شرطية الأكثر سراءً حقيقة لأنها كانت مدعومة وكانت مدعومة مكافحة المخدرات يعني الشغل بتاع المكافحة بتاع الكمباتين لأنها كانت مدعومة كانت حقيقة إدارة يعني حقيقة يعني ظروفة ظروفة كويسة جداً في الشغل من حيث اللوجستيات أنا بتكلم من حيث اللوجستيات نعم ولذلك حتى البروف لما أتكلم عن الاتفاقات الدولية اتفاقية 61 اللي هي معروفة بالاتفاقية الوحيدة اللي كانت اسمها الاتفاقية الوحيدة دي عدلت ببروتوكول سنة 79 سنة 72 سنة 72 سنة 72 لكن حقيقة الاتفاقية الشاملة الاتفاقية الوحيدة 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 اللي هي دي البني عليها الغانون 64 غانون نسبة غانون حجر أفيون لسنة 1924 لاحظ 1924 مستمر البلد كان فيها في السيمر وكانت لها غانون تابو عشيد سنة 25 كان افتتاح خزان سينات صحيح هي كانت عبارة عن كان عبارة عن غانون لحماية مشروع الجزيرة من زراعة الحشيش طيب ساعدك نخللهم في شرح الجزيرة بجزيرة ممكن نقول جزيرة من حشيش هي كلام مهم جدا وكلام خطير جدا لهم كانت حماية ومزرعة تفضل حماية طبعا خلالك على هذه النقطة المهمة بعد بأخذ لي فاصل وارجحت هنا نتواصل مرحبا مرحبا جدا مشاهدي الكرام في برنامجكم دفتر احوال ونحن نتحدث عن موضوع المخدرات ومكافأة المخدرات وهذا التاريخ نقول القديم الحديث وكيف تكافح هذا العين ونتعاوم مع بعض البعض من عجل أن ينعم السودان بحياة نقول فيها رفاهية وفيها نعمل التقدم التمي إن شاء الله سيد هاش ممكن قبل الفاصل نحن نتحدث عن مشروع الجزيرة تحديداً وذكرت نقطة مهمة جداً في حكاية الزراعة كان بتيف مشروع الجزيرة وأصلاً الكنابس هاتيفة اللي هي الجنب الهندي أو الحشيش ده أصلاً ده المخدر المعروف في كل دول العالم حقيقةً بمسميات مختلفة وبيزرع حقيقة في أكثر من مناخية يعني وزراحته سهلة وطبعاً من النواتات أحاديثة الفلحة مثل ما يقوله الناس للولوم ولكن والماد المؤسر اللي هي مادة التاترهايدر كنابنويل دي موجودة في الرؤوسة المسكرة للفجار الأنسة ولذلك لأنه سهل الزراحته سهلة هما الحقيقة للناس يعني الفكروا في مشروع الجزيرة وهو طبعاً مستعمر هذا المشروع كان مشروع اقتصادي وحي ومهم جداً لزراعة البطن ولذلك عشان يعملوا له حماية طلح هذا القانون القانون ده كان معني بمكافعة الحشيش واسمه قانون الحشيش والأفيون الحشيش 24 وشوف خزان سناب سنة 25 وبدو طوال العمل في مشروع عبد الماجد مشروع الجزيرة ولذلك ده كان فيه حماية كبيرة جداً في الوقت ذاك الحقيقة للمشروع المشروع ما شهد أصلاً زراعة حشيش سبحان الله يعني لغاية يمال لها يعني حتى يعني الحشيش بيزرع في مناطق كثيرة جداً جداً في السودان هذا معلوف الكلام ده يعني معلوم معروف مناطق كبيرة جداً ومسحة بيزرع ويضاً بيكافع مشروع؟ بيكافع من حقيقة أحيي الإدارة العامة المكافحة المخدرات لأنها واصلت في الحملات السنوية المكافحة الآن سعارة اللي هو طارق بدراوي وأنا أحييه رجل طبعاً عالم ورجل حقيقة يعني قادر على غيادة هذه سفينة الإدارة العامة المكافحة المخدرات إلى بر الأمن والشغال حقيقة هو وناسه في المجددات كبيرة جداً أنا ما أعرف من هذا نديم التسوسة ولا لا لكن الآن هناك حملة كبيرة جداً في مناطق الزراعات وأتت أكلها حقيقة أنا كدر أقول إنه العمل المكافحي لما يكون عنده استراتيجية استراتيجية للمكافحة مهم جداً يعني يعني الافتغار للاستراتيجية يعني مثلاً بقول مثلاً غانون الحجرة فما كان براوه سنة ستة وخمسين صدر غانون اللي هو غانون الصيدة له السموم كان في وجه داوية حقيقة في وجه داوية الحقيقة اجتمل لبعض المخدرات اللي هي اللي كان ممكن يحصل لها دراق أبيوز مثلاً هي تستخدم في الطب أولاً حاجة مثلاً المخدرات الطبيعية زي الحشيش والأفيوم مثلاً والكوكا وغيرها أحمد دا عنده مثلاً واحد النباتة اللي عمل فيه الدكتورة اللي هو الأرجوم المكسيكانو أو الداتورة هو الاستيكران زي ما معروف الممطرف البحر دا عمل فيه شغل كبير جداً لكن يبدو انه هو دارك تسميه فيه و أعلى من انه ما موجد في الله كده مسمياته العلمية كده مسمياته العلمية نصححه شوية في بعض الحياة لكن ماشي كويس هو مش هول الأرجوم المكسيكانو الأرجوم المكسيكانو مختلف طبعاً من الداتورة لكن هي الداتورة ينقصي برادي السكران ودهك خشخاش لكن هي كانت في الداتورة مكسيكانو لا لا كنت اشتغلت في الأرجوم المكسيكانو كان ينمو كلها مخدرات هنا في بعض المناطق الشغلية لا مخدرات هي يعني كذلك قدامنا نحن ممكن نشوف في الجدول وضعها في الجداول شنو وضعها في الجداول شنو هذه مسألة طبعاً مسألة علمية واحدة ما تدخل فينا نحن شغلنا بتعلق هاي هو حيوضحها لكن أنا داره يقول انه داره يقول ان المخدرات إذا كانت طبيعية أو مخلغة أو أو مصنعة يجب أن تحصل كلها في جداول حسب حسب درجة تأثير حسب درجة تأثير مثلاً الأفيون الأفيون هو مخدر طبيعي لكن المواد الفعالة المستقرصة يمكن أكثر من تسعة أو أكثر أو أكثر تأثير كبير جداً جداً يعني في أعلى الغايمة مثلاً الهيروين حاجة خطيرة جداً حاجة خطيرة جداً الاستراتيجية الخاصة بالمكافحة وهذا ما تشفق للبعالين أنا يعني مسألة المكافحة مسألة الغانون القوانين مهمة جداً جداً والأبديت علىها مهم جداً جداً ومسألة التوعية أيضاً مسألة غاية في الأهمية كمحور محور أهم جداً ومسألة عادة تأهير المجمينين بروفق كبير كان يتكلم عن نظريات خفض الطلب أستر المزارة دي كلها خفض العرض وخفض الطلب كلام ده بقصد شنو؟ بقصد ضمان عدم دخول متعاطين جدد إلى دائرة الطلب على المخدلات وإخراج المدمنين من حوة الإدمان وعادتهم طبعاً دي عوزة شغل كثير جداً كبير منها سواء وكومبيلوكاتر طبعاً زي ما احنا قلنا 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 أجهز الثاني قبل إشيه بروفة أحمد عوضي الجمل أنا برضو بصير سوالي الأول جميلة راح تريك أنت كنت بالزمان يعني كنت عشكل وسائل بتاعت الإعلام ما كانت زي السا كنت كنت عام مع بزنة التوعية كيف إعلاميا يعني هو الوسائط الوسائط اللي كانت متحمة كانت كا ما كانت كا الوسائط الأول مهائين فإننا كنا حقيقة تركيزنا كان على الإعلام الجماهيري اللي هو كنا بنركز على الندوات بنركز على المحاضرات التقدم في المدارس في الجامعات في العرب وكنا بنركز برضو على مزألة التواصل التواصل مع الجهاز زيادة الصلاة ومنها اللقنة الغومية للمكاملات المخدرات وهي طبعا حقيقة برضو يعني احنا نحييها في هذه الحلقة برضو قدمت شغول كبير جدا لكن يعني التلفزيون كان فيه وكانت فيه برامج والإزاعات كانت برضو متاحة الاف ما كانت مبيضة لكن برضو كنا بنستخدم الإزاعات ورضو شغول كبير جدا جدا صفحات تسجيلية وتحقيقات وأعمدة في الصحف برضو كنا بنشتغل يعني شغل يعني ممكن يكون منقوص منه العمل الإلكتروني بس لكن كان برضو كأنشور صلتق وكان مريضا عنده ميزاته بروف ممكن مرضو زي ما قال لسيد هاشم التعريف الذك怎么样 عن المخدرات بحسب تخصص حقه والعمل القابة في الفترة السابقة وأنه حيي هذا الجهود وحيي هذا الرعيца كان بيعمل في مكافحة المخدرات itàifEND Awards ورد بصف الجنود عاملين في هذه المكافحة ويمكن ده دي سنوات طويلة جداً لولا وعمل قدشك هو عمل شاغ جداً ما حاجة سهلة من الوقت داك لحد الآن البذل هي متواصلة بصورة كبيرة جداً أنا برضو بروف داهير لابد برضو من تسكير علمي أو تعريف علمي لبذلت المخدرات بصورة موجملة كده نعم طيب هو الحقيقة قبل التعريف تعال المخدرات يعني أنا يمكن يعني سعيدت جداً بالاستضافة دي إنه في مناسبتين الآن يمكن لدينا فترة شغالين في احتفالات بليوبيل الزهبي للأدلة الجنائية السودانية اللي هي بدت في 1969 وربنا يدي الصحة والعافية للدكتور حاكم عبد الرحمن هو مؤسس هذه الأدلة والمناسبة الثانية اللي هي المجهودات الكبيرة اللي ظهرت الآن الخاصة بمكافحة المخدرات واللي يمكن يعني فيها حصل فيها تطوير عالي جداً يمكن لمن تجي ترصد مما يعني يمكن حسي الفترة بتاع طهول اللي وطارق البدراوي ظهرت يعني بعض التطبيقات لما هو موجود في الاتفاغيات يعني حسي الآن النقاش الآن ممتد مع الأمم المتحدة مع اللجنة المكافحة المخدرات في النمسا فيما يختص يعني بموقف السودان اللي بيكون واضح جداً فيما يتعلق بحتى محاولات التغيير تغيير الغخابة عليه في أشياء كثيرة حصلت واجرت تحت الجسر مياه كثيرة لكن أنا الشيء داير أقوله أنه المسألة بتاعة المخدرات الناس بيختلفوا فيها نحن ما كنا دايرين نخش في التعريفات قلناها كثير لكن الشلم هي برضه لأنه نعم لأنه إنت يمكن البرنامج هو فيه جزء من يعني البرنامج خاص بالوعي وإحنا دايرين الوعي بنسبة للناس حتى لو نسكر أشياء قديمة موجودة ويترتب عليها أشياء لا بد أن يكون معروف أنه كان فيه نجاحات وإخفاغات وإخفاغات وكذا لأنه صعب جدا أنك لا تلتفد إلى ما يمكن أن يحقق من نجاح بسبب النظر إلى ما صاحب بعض الأشياء من إخفاغ فهي المادة المخدرة الشي الناس ما عارفينه إنه هي مادة عندها علاقة بالجهاز العصب المركزي بتاع الإنسان يعني هي مادة بتحديث نوع من التغيير في السلوك بتاع الإنسان في الأداء الوظيفي للجهاز العصب بتاعه وبالتالي بتقود بصورة تدريجية لما يعرف بالاحتماد عليها من خلال زيادة الجرعة ثم عدم المغدر على الانسحاب من التعاطدة اللي هو تصهر أعراض خطرة جدا والتعريف مهم حسي الآن لأنه زمان لم يتكلم الحقيقة التي تذكرها هنا دكتور هاشم هي عبارة عن أشياء كانت تقليدية الآن وحدة من التحديات وأنا حريص جدا أن الحلقة تكون عن التحديات الموجودة من ضمن الأشياء الآن في أشياء العراض الانسحابية بتاعتها بتقود للموت يعني لأنه تطورت المسألة بتاعة التركيبة الكيميائية فأصبحت أكثر شراسة يعني الأشياء الطبيعي كان بيكون معروف أنه الناس بتاخده حسب ما هو موجود في داخله من سموم فتتجنب الحاجة الشوية مزعجة وتمشي مع الحاجة وده كان من آلاف السنين لكن الآن أصبحت فيه سرعة كبيرة جدا في إنتاج بعض الأشياء الكيميائية وأنا ده بيخدني لمخدر المفيدرون دي هي جهاد مشكلة؟ دي هي طبعا هي المافيا بتاعة المخدرات يعني مثلا مادة زي المفيدرون ما يمدأ أي استخدام طبي لكن أصبحت الآن هي مسيطرة على السوق بتاع المواد الجديدة دي وكده فالشيء المهم أننا دار أقوله أنه مع تطور الأشياء دي وتطور كمية العقاقير اللي بتعمل حتى في أمراض أخرى وفي استطبابات أخرى وكده أصبحت التداخلات بها بين المخدرات والمواد دي أصبحت يعني فيها كثير جدا من المخاطر دي يجوز من الوعي يعني نحن عشان كده كبيرا ما بنقول تلك التعريف قلناه قبل كده لا بد أن نقوله بالصورة الجديدة اللي هو أنها هي المواد التي يمكن أن تتداخل مع بعض المواد الأخرى وتقود إلى الموت يعني حسي في بعض المسبطات بتاعت الجهاز العصب المركزي إذا أخذتها مع مواد تانية بكمية كبيرة بكمية بسيطة ممكن تؤدي إلى الوفاة فنحن من ضمن التحديات اللي هي نحن نقول على تحديات قضائية وتحديات طبية وتحديات في مجال التوعية وتحديات في مجال العمل بتاع الأدلة الجنائية والفحص وتقديم الأشياء فإبقى من الناحية القضائية من الناحية العدلية من الناحية التشريعية المواكبة بتاعة المواد الجديدة ويدخالها في الجدامل اللي هي مهمة جدا ثم إنه نحن في الاتفاقيات بتاعتنا في نظر لأشياء بتحتاج إلى مشهودات أكبر زي السلايفة الكيميائية في اتفاقية 88 يعني نحن لقينا سنة 2010 مثلا لا من الناس بدأت تراجع الشيء الحاصل فيما يختص بإتفاقية 1971 بتاعت المؤسرات العقلية منذ أنه فيه بنود كثيرة يدى ما مطبقها في هذه الاتفاقية وبعدين من 1910 بدأ ياداب إذا عملت لجنة عشان تراغب المواد الطبية المواد المؤسرات العقلية ومسألة عدم خروجة للسوق التعاطي بتاع المدمنين وكذا فدي واحدة من التحديات يهدي من التحديات قبل ما ماشي النقطة دي برضو لا بد من سيتاشي من المزال بتاع التحديات ذكرها البروف والنقطة دي من النقطة مهمة خالص لأني في تقديري العرض والطلب إذا كانت هي بالفهم ده وبالخطورة دي العرض حيكون كيف ونخفض نحن نخفض العرض والطلب كيف هو حقيقة زي ما قال البروف طبعا يعني خفض العرض شيء أساسي جدا وبيؤد طبعا طوال اللي خفض الطلب يعني نحن مثلا المكافحة بتقوم على المكافحة الميدانية مكافحة بالغانون مكافحة بالعمل المباشر في المخدر المعين الممكن يكون مخدر عابر أو ممكن يكون مخدر عابر يدعم له سوق داخلي مثلا يعني مثلا مثل السلايف السلايف والمشمومات تحسي ذكر سعادة البرو مثل استليسيون والبشموات حيث ومزيبات الطيارة ومزيبات الطيارة ومزيبات ومزيبات يعني شوف أنا أقول لك قبل ما يمشل هنا نعم مسألة الأشياء التي تشم هذه مسألة مربوطة بحثات تانية خاصة بالعمل الاجتماعي والناس الهوم يعني دي لو ربطت السليسيون ويمكن مرات أنا كثيرة جدا بقوم بدخل الحاجات مع بعض يعني السليسيون أنا بالنسبة لي مربوط بالسبيرت اللي حصلت كان فيه وفيات في 2005 و2011 فدي دي أشياء كثيرة جدا ما موجودة في القانون يعني في القانون بتاع المخدرات لا موجود سليسيون ولا موجود الميسانول والسبيرت فيبقى مسألة الواعي هذه مهمة جدا لما نقول المادة بتصل الدماغ وتعمل مشكلة مرات بيكون من المستحيل انك تحصل المواد كلها يعني حسي الشغل بتاعنا بتاع التحديات داخل فيه والتحدي بتاعت العمل الاجتماعي العمل الرعاية الاجتماعية داخل فيه مسألة الشباب اللي هي انك انت الشباب داخل فيه اتفاقيات المنشطات فيه اتفاقيتين السودان موقع عليهم وفيهم بنوت كثيرة جدا وفيه وفيه اشياء كثيرة جدا مواقعة للسودان من جراء عدم العمل على تفعيل بنوت الاتفاقيات انا متأكد انه الشدة هيكون ماشي حسب تكون فيه الترتيبات عشان كده الواحد سعيه جدا بانه هيكون فيه عمل كبير جدا يعني بعد ما يعني الناس اصبحت الان انا دار اقول لك حاجة يمكن فيه سنة سبعة وتمانين الامم المتحدة نحنا كنا موجودين في تدريب في الامم المتحدة وكان رحمه الله اللواء عبدالله عبدكاهن الفريق يعني بعد ذلك هو كان مدير المباحث المركزية تاب عليه الادلة الجنائية عشان كده متلاك الادلة والمخدرات مع بعض شغالين في العملية بتاعه اللقاء بتاعه في خلال نص ساعة الامم المتحدة اهدت السودان عدد كبير جدا من الاجهزة المتقدمة جدا يعني الجهاز الواحد بمئة الالاف من الدولارات هدية في مسال المكافعة العديدة ده قبل ما يكون فيه يعني المقافعة للسودان وعدم يعني في السنوات الاخيرة السودان عشان يحصل على بعض الاجهزة بتاعت الاجهزة بتاعت الفحص الميداني ولا كده يعني نذكر في اتصال مع واحدة من الشركات البريطانية انه يعني عشان ناخد الإزين وعشان نعمل بعد ذلك مخاطبة وعشان نعمل نشوفها لنا عشان نشوفها نوفر اجهزة متقدمة في المكافحة نعم نعم فطوال الريد كان انه الله ياخد السودان ما عليش يعني ما حددت تجيب ما حننمش معاك في الكلام كانت احزار لكن برضو انا بالله لمزيد من المعرفة سيتاشيب المشاهد الكريم برضو منقول ببساطة كده المزالة تحت السلوسيون انا زكرتوها دي محبود بحيات تانية برضو نحبا عن عرضه وطلبه نحن برضو نخفضه كيف نعمل نعم 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 في بعض الاشياء ما بحصلها سوء استخدام يعني اصلا ما كانت استحضارات طبية اصلا في الاساس يعني ما كانت ادوية ما كانت اغاية غير يعني ما درك ابيوز نقولها مواد 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 اصلا هي ما طبية في الاساس لكن انا اقول مثلا 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 المورفين والبقانين والبسيدين وغيرها بحصل لها بحصل لها سوء استخدام لكن مثل السلوسيون وزي المشمومات وزي عغاية ثانية طبية هي مستحضرات مستحضرات كيميائية لكنها ما لا اصلا ما لديها علاقة بالطب زي الـ LSD او شغالة في الصناعة زي الـ LSD و انتفايف ودلوطة المعروف مثلا وزي الكراك وزي الكراك عنده خصائص قريبة من الكوكاين ولكن هو طبعا برضه وزي الـ Ice وزي الـ Ice وزي الماكسوفوم اللي هو مشهور بالمناسبة زي ما قال السعادة البروف زول ياخد إزبريد يعني هو بياخد ميسانور ويقوم ياخد معاه جراعة من المشمومات غاتلة مثلا او مثلا فينو باربيتون اللي هي المعروف يعني موجود في الطيب يموت طوال طبعا وهو طبعا عنده جهل يعني مثلا ممكن واحد يقوم مثلا شامي سليسيون وياخد معاه ميسانور ويقول لك مات وبناثل في أغلب الأحيان حتى لو ما أخد بيع ماء وبتحصل حاجات كدير جدا عشان كده نحن كنت بقول أنا بقول دائما دائما يعني مسألة التوعية شيء أساسي جدا حتى ناثل حتى الاتفاقات الهاسية نحن نقول أنه السلام مصادق عليها لكن ما ملتزم بتنفيذ البنود ربما العاوز وربما لأنه الهجمة نحن سيد هاشم برضو نحن نلتزم بإذن الله تعالى بحلقة تانية جديدة إن شاء الله في هذا الكلام سيضر بكلام في بدايته والزمن المخصصة حلقة الانتهاء يمكن المشاعة العجالة لأنه كلام هو كلام بيخوش طوارئ لجوة يعني وفيه معربات مهمة ومفيدة جدا إن شاء الله نحن نتغي في حلقة تانية جديدة شكرا جزيلا جزيلا سيدا لواء ديكتور حقوقي ديكتور حاشم عالى عبدالرحيم نقول الناطق الأسبق للشرطة السودانية ومدير الإعلام بشرطة السودانية أصبغ أيضا والخبير في مسائل التوعية بمكافة المخدرات وغير المخدرات شكرا جزيلا بارك الله وفيكم جزاكم الله كله خير نحن حقيقة بعد التقاعد طبعا من الشرطة جاهزين للعمل وحسب الغانوني أن الشرطة طبعا إلى أن يتوفان الله نعم الشرطة هم ما فيه معاشة صنصة الآخرية نعم الله هو أكبر شكرا جزيلا برفسر دكتور أحمد عوض الجمل الخبير نقول المعروف في مسائل التوعية والمخدرات المكافحة وعميد محذ العديلة الجنائية العديلة الجنائية وعبره برضو نحقيق معنا في العديلة الجنائية باليوم الزهبي لهذه الإدارة المهمة وإن شاء الله حيكونوا برضو يفعاني في برمام الدفصل الأحوال لتنسيط الضوء لهذه العديلة ونحتفل معاهم بهذه الزهبية وإن شاء الله مزيد من التوعية والتلاغح ما بينه وبين الشعب السوداني خدمة للقانون وخدمة للوطن الحبيب شكرا جزيلا برفسر شكرا لك جدا وبرضو بالإضافة إلى الاحتفال بتعلى هذه الجنائية يعني حقه برضو الإنجازات الأخيرة بتاعت الدارة العامة لمكافحة المخدرات برضو السلط عليها الضوء وتجوا تشوفوا يعني ما تم من أعمال كبيرة في هذا الإطار وأنا يعني برجو أنه يكون في هذا اللقاء أنا حرصت فيه أنه نتكلم عن التحديات يرجو أنها تكون واضحة يعني أغلب التحديات أنا أفتكر أنه في تفعيل ما تم الاتفار عليه والتوقيع عليه والمصادق عليه ويمكن برضو مسألة العلاج واحدة من التحديات علاج الإدمان والعلاج المجاني بالزاد ومسألة توعية الشباب من خلال العمل بتاع الأقران مع بعض يعني تحديات كثيرة نرجو أنه نصل الأعرض إن شاء الله قريب نشوف الأشياء دي كلها تمشي على قدمين يعني إن شاء الله شكرا لك يعني على الاستضافة دي شكرا إن شاء الله نواصل في الملف إن شاء الله بإذن الله تعالى شكرا جزيلا مشاهد الكرام في ختام هذا اللقاء أنا لا يمكنني أن أضحي من أي قضية تنقل من مستواي ولا يمكنني أن أضحي من أي قضية تنقل من مستواي زي ما قلنا قبل شوية الله نفسي وماري بولده وكل شيء في خدمة القضية عندما تكون عبادة في سبيل الله تحياتي والتيم العامل مع السلامة اشتركوا في القناة